بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين ثم أما بعد فالحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والحمد لله الذي من على كثير من المسلمين بحج بيت الله الحرام فأدوا هذا الركن العظيم حج بيت الله الحرام ونسأل الله أن يتقبل منا ومنهم جميع الأعمال الصالحة وأن يغفر لنا ولهم وأن يُسِّر لهم أمورهم وأن يُبارِك لهم في أعمالهم فإنها نعمة عظيمة ومنة من الله أنه وفق بعض العباد الصالحين إلى حج بيت الله الحرام الذي يتمناه بشيء مما يُفسدها علينا فعلينا أن نستقيم على دين الله كما أراد الله وعلينا أن نبتعد عن ما يُبطل أعمالنا فنبتعد عن الوقوع في الشرك جارنا الله وإياكم من الشرك وهو أنواع كثيرة وخطيرة ومنتشرة في هذه الأزمنة فقد تخفى على كثير من الذين لا يهتمون بأمر دينهم ولذلك لنحرص عغاية الحرص على أن نحافظ على هذه الجوهر الثمينة التي من الله بها على الحجاج فحجوا بيت الله الحرام وأدوا ركن من أركان الإسلام فالوقوع في الشرك خطير جدا والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهو أنواع كثيرة وله دعاة دعاة ضلالة ومن أشهرها التعلق بالمخلوقين الأموات والاستغاثة بهم بدعوى محبة الأولياء وسؤال الأموات هؤلاء بأمور لا يسأل بها إلا الله ولا يقدر عليها إلا الله فلا يسأل من الأموات شيء ألبتة ولو كانوا من الأنبياء فإن الأنبياء قد ماتوا إنك ميت وإنهم ميتون فالأنبياء في حياة البرزخ وهم قد ماتوا وكل نفس ذائقة الموت والشهداء الذين هم أحياء عند ربهم هي حياة برزخية لا يعلم العبد كيفية هذه الحياة ولذلك السبيل في ذلك أن نسلك ما سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام فإن الصحابة رضوان الله عليهم مع محبتهم الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومع محبتهم لبعضهم من المهاجرين والأنصار فإنهم لم يذهبوا إلى قبر ميت يسألونه شيئا يذهبون إلى قبره للزيارة والسلام عليه لكن لا يسألونه شيئا ولا يطلبون منه شيئا في حياة البرزخ البتة وهذه مسألة مجمع عليها عند المسلمين ما خالف هذا الإجماع أحد لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباع التابعين ولذلك هذه من مسائل الإجماع أنك لا تذهب إلى ميت ولو كان رسول وتطلب منه شيئا وهو في البرزخ لا نصر لا تطلب منه النصر فإن الصحابة قد خاضوا معارك والرسول صلى الله عليه وسلم قبره في المدينة ولم يذهبوا له في قبره ويطلبون منه نصرا على الأعداء ولا طلبوا منه تفريج كربات ولا طلب شيئا البتة غير أنهم يحبونه ويوقرونه ويصلون عليه وكذلك الخلفاء الراشدون ما ذهب بقية الصحابة إلى قبورهم يسألونهم ولم يحيي هذه الوثنية القبورية إلا أعداء الإسلام من الباطنية ومن انخدع بترهاتهم وكذبهم فإنه لا يسأل الأموات شيئا البتة وهذا من أخطر شيء على دين الناس أن يسأل الأموات شيء لا تفريج كروب ولا غفران ذنوب ولا نصر في الحروب ولا طلب أولاد ولا طلب رزق وكل ذلك لا يطلب إلا من الله ألا لله الدين الخالص ولذلك من أشنع ما نسمعه من دعوات أن يستغاثوا بأشخاص وهم أموت ويهتفوا بذكرهم ويقال يا فلان عند الشدائط وهو ما نفع نفسه في حال حياته بل بعضهم قتل وتسلط عليه أعداؤه وما نفع نفسه ألبتة ما نفع نفسه ومن أشهر الأنبياء أولي العزم من الرسل ولنأخذ إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام مثلا فإن إمام الحنفاء إبراهيم حصلت له نكبات نكبات عجيبة وهو إمام الحنفاء فإنه قد تآمر عليه المشركون وأشعلوا النار ورموا به في النار يريدون تحريقه هل لجأ إلى من سبقه من الأنبياء كنوح مثلا أو هتف بذكر أحد استسلم لرب العالمين ولم يطلبوا النجاة إلا منه ولذلك رموا به في النار حقيقة مارسوا به ورموا به في النار ولكن الله عز وجل أبطل مفعول هذه النار وهي من الكرمات العظيمة لهذا النبي العظيم فلم تؤثر فيه النار فخرج يمشي منها سالم لما رموا به فيها هل كان يعلم أنه سوف ينجو ما كان يعلم ما كان يعلم أنه سوف ينجو وإنما استسلم لرب العالمين وعنده إذا حرق في سبيل الله وفي ذات الله فهو مستسلم لرب العالمين لكن الله أنجه حصل له بعد ذلك ما حصل لما تسلط عليه الكافر وأخذ زوجته بالقوة وجاء بعض الكفر ورأوا أن امرأته ذات جمال فقالوا للكافر أن فيه امرأة لا تصلح إلا لك فأرسل إليه وعرف ماذا يريد فسأله عن هذه المرأة فقال هي أختي لأنه لو قال زوجتي قتله فقال هي أختي وقال لها إن الكافر سألني وأنت أختي في الإسلام فقال أرسلها إلي فأرسلها إليه هل استغاث بأحد من الخلق ومن الملائكة ما استغاث لا بالخلق ولا بالملائكة كل الخلق سألني ملائكة وإنبياء وإنما لجأ إلى الله وتوجه إلى الله وبقي يصلي ويدعو الله أن لا يمكن الكافر من هتك عرض هذه المرأة الصالحة فدع الله عز وجل فلما أراد الكافر أن يمسها حماها الله عز وجل منه وأخذ أخذ شديدة فلما عرف أنه لن يتمكن منها أطلقها وأعطاها هاجر خادمة فجاءت إلى إبراهيم وهو يصلي ويدعو الله عز وجل فسألها ماذا حصل فقالت رد الله كيد الكافر وأخذ مهاجر يعني الله حماها من أن ينتهك عرضها وأعطاها وأعطاها خادمة وهي هاجر فانظروا لما تمر الشدائد على الأنبياء الصالحين إلى من يلجأون لا يلجأون إلا إلى الله مهما كان وذكر الله قصص كثير من الأنبياء كما حصل ليعقوب لما ضاع قرة عينه يوسف عليه السلام وقد بكى عليه حتى أصابه العمى ولذلك يا أيها الإخوة لننتبه إلى حكمة الإبتلاء فإن حكمة الإبتلاء قد يصاب بها عبد صالح فالأنبياء لا شك بصلاحه وعصمته فقد يبتل بها عبد صالح لرافع درجته في الجنة ولي وليقتدى به ولينال أجر الصابرين فكم بقي أبو يوسف حزين على يوسف كم بقي حتى أصابه العمى لكنه لم يلجأ إلا إلى الله ولا بث شكوى إلا إلى الله فعلينا أن نثق بالله وأن نصبر وأن نتقي ولنعلم أننا لسنا بأكرم من الأنبياء لسنا بأكرم من الأنبياء وليس معنى ذلك أن من يحبه الله لا يصيبه بلاء ولا يصيبه شدة وانظروا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم كم ناله من البلاء وكم قتل من أصحابه أمام عينيه من أفضل أصحاب وكم مثل بهم وتفكروا في سيد الشهداء حمزة كيف بقر بطنه ومثل به وهو تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يدل على غضب على الرسول صلى الله عليه وسلم من الله ولا على حمزة رسول الله وإنما ما هي إرادة من الله عز وجل لتظهر عبودية الصبر لتظهر عبودية الصبر ويتعلق العبد بربه ولا يلتفت إلى غيره ألبت وما من إنسان إلا ويأتيه شدائد فلابد أن يفقه هذا الأمر وليس كل ما يأتيك من الشدائد هو من باب الكرامة لك فإنه قد يكون بسبب ذنوب وقعت فيها بسبب ذنوب وقعت فيها فيريد الله أن يطهرك منها فإذا أصابك البلاء ففتش في نفسك فتش في نفسك فقد جاء منك شيء وأيضاً احمد الله عز وجل لأنه إن صبرت على البلاء طهرك الله عز وجل فإنه لا يعاقبك في الدنيا ويعاقبك بالآخرة إذا عاقبك في الدنيا وطهرك فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر فقد يكون هذا الذنب هذا الابتلاء يكون بسبب منك وقع هذا وأحياناً ابتلاء للآخرين لأنه قد يبتل طفل صغير ليس عليه ذنوب لكن ابتلاءه ابتلاء لأهله ابتلاءه ابتلاء لأهله فعلينا أن ندرك أن هذه الأمور التي تعرض ولها المسلمون الآن في هذا الزمن قد تعرض لها السابق وبعض من الناس يصيبه الجزع ولا يفقه حكمة الله عز وجل في البلاء في البلاء ويتشكك وبعض من الناس قد يخرجه البلاء من الدين أصلا والعياذ بالله لأنه قد يقول كلمة قال كلمة أوبق الدين هو الدنيا لأنه يسخط القدر ولا يرضى بحكمة الله ولا يرضى بتدبير الله وربما خرج من الإسلام من شدة جزعه ربما خرج من الإسلام وهذا الذي يسبق عليه الكتاب لأنه أصلا خلق للنار فيسبق عليه الكتاب فإن فإن أم حمله الجزع يحمله الجزع أو تحمله الكبرياء الكبرياء التي حملت إبليس فإن إبليس رأى الجنة بعينه ورأى آدم لكن الكبرياء والغطرسة التي فيه اعترض على أمر الله ومن الذي يعترض على حكمة الله فالله عز وجل ما يقضي به كله حكمة كله حكمة وكله عدل ولهذا في الدعاء عدل في قضاءك فالقضاء الذي يقضيه الله عز وجل هو عدل من الله وهو يناسب حالك فإن كان حالك تطهرك الذنوب طهرك الله به وإن كان والعياذ بالله حال الشخص قد كتب للنار فيدفعه هذا البلاء إلى الدخول في النار فعلينا أن نحمد الله على كل حال وأن نشكر الله على كل حال وأن نحرص أن لا نفسد هذه الجوهر العظيم الحج بالوقوع في شيء من ذلك مما يفسد علينا الدين ولذلك أهم شيء أن نحافظ على أركان الإسلام الخمسة محافظة تام وأن نحافظ على أركان الإسلام الستة وأن نحافظ على مراقبة الله التي هي ركن الإحسان وهذه التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج بيت الله الحرام وسأله عن الإمام فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله وسأله عن الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك ترى فإن الخلق ما رأى الله عز وجل ولا يرون الله إلا يوم القيامة يراه المؤمنون أما الكفار فهم محجبون عن الله عز وجل لكن من كثرة دلاء الدلائل الواضحات فكأنك ترى فكأنك ترى ولهذا التأمل في ذكر الله عز وجل ودلائل التوحيد وقراءة القرآن والمحافظة على عبادة الله عز وجل فهذا ينمي عند الإنسان دين الله القويم ولما شك الصحابة بعض الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم يشعرون بقوة الإيمان فإذا ذهبوا إلى أهليهم مع الأولاد ومشاكل الأولاد ومشاكل أهليهم ونحو ذلك غفلوا قليلا وتغيرت الحالة الإيمانية التي كانوا يحسونها عند الرسول صلى الله عليه وسلم فشكوا ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال لو تكونون كما تكونون عندي يعني على الحالة الإيمانية الصحيحة لصافحتكم الملائكة على فرشكم ولكن ساعة وساعة والمراد بالساعة ساعة تتزودون بها يعني وقت الساعة ما مجرد ساعة التي نعرفها النهار 12 ساعة لا يعني وقت تتزودون من العلم النافع والإيمان والخشوع والتقوى وساعة تشتغلون في دنياكم بما أمركم الله وليس الوقوع بالمحرمات لأن بعض الجهل ظنوا أن ساعة يعني ساعة عبادة وساعة يغني ويلعب ويستهزي ونحو ذلك لا لا ليس هذا هو الفهم الصحيح لكن لك عمارة الأرض لا بد منها لتستقيم الحياة الإنسان يحتاج إلى سكن يحتاج إلى طعام يحتاج إلى شراب إلى بيع إلى شراء فهو ينشغل في هذه الأشياء لكنه وهو منشغل بهذه ملتزم بعبادة الله عز وجل ما معنى ملتزم بمعنى أنه ينظر ما أمره الله فيأتيه وينظر إلى ما نهى فينتهي عنه إذا كان كذلك فهذا عبادة والعبادة لا تصرف إلا لله ولذلك إذا أردت أن تعرف ما هو الشرك فالشرك أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله والعبادة منها عبادات لسانية مرتبطة باللسان ومنها عبادات قلبية مرتبطة بالقلب ومنها عبادات مرتبطة بالجوارح فالركوع والسجود هذا مرتبط هذا مرتبط بالجوارح تسجد تركع وهذه ما تفعلها إلا لله فلا تركع لمخلوق ولا تسجد لمخلوق ومنها عبادات لسانية ثناء مقصور على الله عز وجل عبادات لسانية فأنت تثني على الله وتحمده بما هو أهله ولا تأخذ صفات صفات الله عز وجل وتلبسها شخص آخر يعني بعض الناس من حبه إلى الدنيا وغلوه يأتي بالصفات التي لا تصلح إلا لله وينسبها إلى مخلوق ضعيف ويغلو فيه فهذه عبادات لسانية من التعظيم والثناء والحمد والشكر الذي لا يصلح إلا لله فلا تصرفه لغير الله ومنها عبادات قلبية تعظيمك خوفك رجاءك ثقتك في من تكون وهي أساس لبقية الأعمال لأن هذه العبادات القلبية إذا صلح القلب صلح الجسد كل قال الرسول إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح إذا صلحت صلح الجسد كل ألا وهي القلب فالقلب إذا استقام وعرف تعظيم الله وعرف تنزيه الله وعرف حق الله وعرف الفرق بين الخالق والمخلوق وبين الرب والمربوط فهذا إذا استقام قلبه استقامت جوالحه واستقامت عبادته فعلينا يا أيها الإخوة أن نحافظ على هذه الجوهر الثمين الحج وأن لا ندنسها بشيء من نواقض الإسلام من نواقض الإسلام السحر المنتشر عند كثير من الناس لأن الساحر يستدعي الشياطين ويذبح لهم وينذر لهم لكي يقع السحر ف وهو منتشر عند كثير من الناس كذلك من نواقض الإسلام ويكثير فاحرصوا في الابتعاد عن الوقوع في نواقض الإسلام منها الاستهزاء بدين الله عز وجل الاستهزاء بأحكام الله شخص يستهزي بأحكام الله يستهزي بالصلاة يستهزي بالصوم يستهزي بشعائر الحج فهذه خطيرة جدا تمحق دينك هذا الاستهزاء بدين الله عز وجل ومنها انتقاص وإحكام الله ويرى أن أحكام البشر أفضل من أحكام الله عز وجل يرى أن أحكام البشر سواء أحكام هيئات دولية ولا أحكام زعماء قبائل أو نحو ذلك يرى أن أحكامهم أحكم وأسلم من أحكام الله عز وجل حتى في باب العقائد بعض من الناس يتعلق بأحكام الفلاسفة بأحكام الفلاسفة ويظن أنها أحكم وأعلم من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا انتقاص لدين الله الانتقاص لدين الله إياك وإياه احذر أن تنتقص دين الله وأن تظن أن أحكام البشر المخالف لكتاب الله وسنة رسوله كالذين مثلا يحلون الربا وتظن أن الربا شيء طيب وتقوم عليه يقوم عليه الاقتصاد ونحو ذلك فهذا انتقاص منك لحكم الله بتحريم الربا منها أن تظن أن ستر زوجتك وستر بناتك أن هذا أفضل من الأحكام الشرعية التي تأمر بالستر والحياة ويتظن أن التكشف الذي يحصل في كثيرا من البلدان حتى وصل إلى درجة أن المرأة تكشف ما لا يكشفه الرجل فإن الرجل قد يستحي من كشف فخذيه ومن كشف بطنه وصدره ووصلت هذه الحضارة المجنونة إلى أن تبرز مفاتن النساء بهذا ويرى بعض الناس أن هذا تقدم ورقي ويثني على ذلك ويطالب به فهذا انتقاص لأحكام الله استهتار بأحكام الله عز وجل عدم رضا بأحكام الله عدم طمأنينه لصلاحية دين الله في كل زمان ومكان فإن دين الله باقي إلى يوم القيامة ولا نبي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودينه كله الثابت عنه باقي معنا وأحكامه باقي معنا لا نظن أن هيئات دولية تملك تغييرها ولا مشايخ قبائل ولا مشايخ فقه ولا غيرهم لا يمكن أحد يغير الشيء الثابت الشيء الثابت بنص صحيح صريح لا يجوز أن تفرط فيه لقول أحد لا يجوز أن تفرط فيه وهذا من تعظيم دين الله عز وجل من تعظيم دين الله أن تعظ عليه بالنواجد ثم تتجنب البدعة بعد الشرك الذي لا يغفره الله احذر من البدعة احذر من البدعة فإن البدعة خطيرة حتى لو ظنيت أنها حسنة يعني لو جاء شخص مثلا وقال الظهر أربع ركاعات أنا بخليها ست أتعبد إلى الله سأجعلها ست ليزيد أجري ما يزيد أجري ما تقبل منه كلها أصل لأنه خالف الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدين الله يتلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا تنازع المتنازعون في شيء يردونه إلى الله يعني إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإحرص أن تقع في البدعة والبدعة شانها خطير لأن المبتدع غالبا حجبت عنها التوبة لأنه يرى أنه أحسن يرى أنه يفعل شيء حسن يعني لو نظرتم الآن إلى بعض الناس الذي في أيام عاشورا يضربون ظهورهم بالسلاسل حتى تخرج الدماء ويتعبدون إلى الله بها ويظنون أنهم يحسنون صنعا ما يمكن يتوبهم منها يظنون أنهم يحسنون صنعا فالبدعة تشانها خطير في أي اتجاه البدعة أن تتعبد لله بطريقة غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك كثرة الطرق في العالم الإسلامي هذه طريقة تيجانية وهذه نقشة بندية وهذه كذا ولما تأتي وإلى لهم أذكار رتبوا أذكار ليست هي الأذكار المحبوض عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورتبوا عبادات ليست هي العبادات التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بل وصل الجهل ببعضهم إلى اجتهاد في لفظ الشهادة أعظم لفظ وهو لا إله إلا الله فقالوا نختصره ما نقول لا إله إلا الله شوف لما يضحك الشيطان يستهزي ببعضهم يقول تقربوا إلى الله بالضمير هو 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 تقول لماذا لا تقول لا إله إلا الله قال أخشى أن أموت بين النفي والإثبات شوف الجهل يعني يتركون أعظم أعظم لفظ وهو عنوان التوحيد الذي كان يكرره الرسول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة فهذا الاستدراك لو صح فات الرسول صلى الله عليه وسلم الاستدراك هذا وفات الصحابة ولهذا لا تجد في زمن الصحابة ولا التابعين من يعبد الله بهذه الطريقة ما تجد يقول هو 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 أو نحو ذلك أرأيتم البدع كيف يعني يتلاعبون بأعظم لفظ وهو شهادة التوحيد شهادة لا إله إلا الله ويقول ناتب الضمير وهذا يفلسفونه للجهلة الأتباع الجهلة بأنه من شدة الحرص على لا يبوت بين النفي والأتباع وهذا كلام باطل تماما وكل طريقة ليست هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه ثم نرجع إلى بعد هذه المقدمة التي تناسب أداءكم للحج ونسأل الله أن يقبله مننا ومنكم وأن يقبل مننا الذكر والدعاء في هذه الأيام المباركات نرجع إلى هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو الفتوى الحموية الكبرى وهو الكتاب الذي ندرس منه في هذا الدرس وهو كتاب مختصر لشيخ الإسلام بابن تيمية وابن تيمية عالم من العلماء لكنه لا يقبل من العالم شيء إلا أن يأتي بدليل من الكتاب أو السن ليس كل من قال قول تعال جيب بعض الناس يظن أن بعض المشايخ مقدس إذا قال قول خلاص ما هو صحيح أي إنسان قوله معروض على الكتاب والسنة فإن خلفها فهو بردود من أحدث في أمرنا يعني في ديننا ما ليس منه فهو ورد لكن هذا العالم من الله عز وجل عليه بعلوم كثيرة حتى وصل إلى أنه سمي شيخ الإسلام وليس معنى شيخ الإسلام أنه الذي يعترف به عامة الناس فإن شيخ الإسلام هذا في زمنه مات مسجون مسجون ومبدع ينكرون عليه ويظنون أن قوله باطل لكنه تجرد لله عز وجل وأظهر الحق وبقيت هذه الكتب فقيض الله لها من أن ينشرها ولذلك هذه الكتب التي كتبها نشرت في الشرق والغرب أخذت عليها الرسائل العلمية في كثير من البلدان حتى عند الكفار الآن في أمريكا وفي غيرها يقيمون دراسات على كتبه وعلى يسمون النظريات يقول نظريته في السياسة ما هو نظرية ما عنده شيء هو لا جاب من الدين يقول نظريته في السياسة نظريته السياسية نظريته الاجتماعية وهكذا وقاد البحث فيها بعض الناس إلى الإسلام قاده إلى الإسلام وأظنكم سمعتم عن واحد فرنسي قبل أيام الذي نشر كيف أنه اعتنق الإسلام وصار يدعو إلى التوحيد بسبب اطلاعه على هذه الكتب فمن كتب من أهل العلم خيرا معتمدا على الكتاب والسنة فهو لن يضيع وليس لا بد أن يكون مشهور في مجتمعه ولا أن يكون مقبول عند حكومات زمنه ولا في بلدانه فهذا مات سجينا ومنكر عليه وهو على الحق لكن العالم ما هو دائما على الحق العالم بعضه يرتكب طرق معوجة وهذا لا يقدح في علمه ولا يقدح في مكانته لأنه في زمانه ما اعترفوا به ولا احتفوا بالكتب التي كتبها ولذلك أوصي إخواني من طلاب العلم على أن يتجردوا لله عز وجل وأن يحرصوا على كتابة الحق سواء استطاعوا استطاعوا إظهاره في أي بلد يعني سواء في الهند أو في غيره أو في السند أو في غيره في أي بلد قد لا تستطيعوا إظهار الحق في تلك البلدان ما تستطيع قد تقتل لو أظهرت قد تسجن لو أظهرت لكن إياك أن تكتب باطلا إياك أن تتجنع على دين الله وتكتب باطلا لتسلم أو لتبيعه بثمن رخيص أو لتوافق به طريقة مشهورة في بلدك حتى ما تقدر تنكر عليهم وهذا ما تقدر أسكت ما تستطيع ظهار الحق أسكت لكن إياك أن تكتب سوداء في بيضاء وتأتيك يوم القيامة في صحائف أعمالك وهي ليست على الحق ولا يحتقر أحد منكم كتابة الحق والحرص على الحق على قدر ما يستطيع وأن يتق الله في طلابه الذين يعلمهم أو أهل قريته أو أهل بلده فيعطيهم ثوابت من الحق يعظم فيهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعظم فيهم منهج الصحابة لأنهم متفق عليه ومعدلون بتعديل الله لهم صحابة الرسول في باب الاعتقاد على المنهج الصواب لا شك في ذلك لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم ولأن الله عد لهم ولأن الله شهد لهم فلا يمكن أن الصحابة غفلوا عن حق وأدركه الذين بعدهم لا يمكن هذا ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ومنهج الصحابة وأقوال الصحابة اعتنى بها أهل الحديث الذي يرون بالسند المتصل أهل الحديث نقلوا لنا هذا الكلام ومنها ما ذكره هنا في هذا الفتوى فإنه نقل بالأسانيت عن علماء ينقلون قد يكون السند صحيح وقد يكون ضعيف وهذا يعرفه المحدثون فترجع إلى المحدثين الذين يميزون لك الصحيح من الضعيف لأنه ليس كل ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تتقبله مباشرة له لا بد أن تعرف أن الطريق صحيح طيب في علماء كبار لماذا ذكروه وهو يعلم أنه ضعيف لأن بعض العلماء أراد أن يجمع الأسانيد كلها ويمحصها غيره وجعل العهد العهد على السند وإلا ما فيه يعني من أشهر العلماء بالأحاديث والشافعي مثلا وأحمد بن حنبل والإمام مالك ومع هذا تجد في مؤلفاتهم أحاديث ما هي صحيحة لا من جهل منهم بهذا لكنهم أرادوا أن يجمعوا ليمحص غيرهم هذا الجمع إلا أن بعض العلماء هو محص اختار قال أنا سوف أمحص في كتابي كالبخاري مثلا ولهذا قيل صحيح البخاري قال أنا سوف أمحص ولا آتي إلا بحديث صحيح ومع هذا البشر بشر هل أصاب في كل شيء أم وجد عليه شيء استدراك فاستدركه غيره لكن علينا أن نرجع إلى كتب المحدثين لتمييز الأسانيد ومعرفة الصحيح من الضعيف فما صح عن الرسول ففرضك أن تقبله وأن تستسلم له ومنه هذا الذي ذكره هنا في الفتوى الحموية فإنه هنا في درسنا اليوم نقل عن عالم من علماء المسلمين اسمه أبو عبد الله محمد ابن خفيف الشرازي وهو في القرن الثالث الهجري توفي في القرن الثالث وألف كتابا يتحدث فيه عن التوحيد وما يناقضه ويذكر أقوال أهل العلم في هذا فشيخ الإسلام ابن تيمية لخص هذا الكتاب وذكر أشياء من هذا الكتاب عندنا الآن هنا فذكر أشياء مما ذكره وليس 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 معنى ذلك أن أي عالم نقل كتاب وأشياء كثيرة أنه لا يخطي لا قد يخطي وتأتي عنده جلة أو هفوة لكن لا تتابعه ولا تلغيه من حجابك لهفوة وقعت منه يعني إذا وقع منه هفوة فأنت تنظر في هذه الهفوة التي وقد مر معنا فيما يتعلق بحديث الصورة وكلام إمام الأئمة بن خجيمة ومع هذا رد عليه من رد لكنه ما ألغاه من حساب لأن هذه الغلطة وقعت منه للضعف البشري لسهو سهاه فوقعت منه فليس مثل ما يفعل بعض الناس الآن إذا وقع أحد في غلطة ضخموها ولا يقبلون منه لا صرفا ولا عدل إطلاقا لا يقبلون منه لا صرفا ولا عدل ويقلد بعضهم بعضا في ذلك وليس هذا هذا هو الطريق الصحيح ليس هذا الطريق الصحيح إلا من واحد تعرف أنه فاسد المعتقد أو مغلف البدعة ويريد نشر بدعته أو نشر معتقده الفاسد أما إذا اجتهد مجتهد فيما يسوق الاجتهاد فيه أما الذي يجتهد يتخبط ولسه كل أحد يجتهد أما الذي يتخبط في مسائل الإجماع ويعبث بها خاصة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وفي التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الأولهية والأسماء الصفات ثم يقول أنا مجتهد كما يقوله الحداثيون والعقلانيون والعلمانيون وغيرهم يأتي ويقولك هذا الحديث ما هو معجبني وهذا شرط يعجبك إذا كنت فاسد المزاج شرط أن يعجبك هذا الحديث ولذلك تجد بعضهم يعترض على شفت قبل هذا معترض شخص إمرأة تقول حديث المرأة ناقصة عقل ودين هذا ما هم يعجبني الحديث هذا كيف يجعلني ناقصة عقل ودين وتنس من الذي قال هذا الذي قال هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال هذا المرأة ناقصة عقل ودين هو الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يجر شخص يأتي ويقول هذا الحديث لا يعجبني وهذه المرة تقول أنا الدكتورة في الهندسة تقول أنا الدكتورة في الهندسة ومعها أختها أخت طبيبة قالت أنا الدكتورة في الهندسة وهذه أختي طبيبة فهل هل ناقصات عقل ودي هذا كلام يقال لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كلام يوجه لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فليكون الإنسان معظم لسنة الرسول عليه السلام ولو انقادح في ذهني معنى لنقص العقل والدين لينظر إلى تفسير الرسول عليه السلام كيف فسر نقص العقل وكيف فسر نقص الدين وهذا يشمل جميع النساء ما يخرج منه أحد البتة فلكن من جهلهن أخذت الكلام الذي لا تفهم معنى ولا تعرف كلام العلماء عنده وصارت تحج وكثير من العقلانيين وغيرهم أتباع الحريات المعاصرة يأتي ويعترض قل هذا يعارض الحرية ونحو ذلك ولذلك ترد بهم الحال إلى أن أقروا المثلية والمثلية هي عمل قوم لوط ترد بهم الحال إلى أن رأوا أن من حق الإنسان أن يقع بأعمال قوم لوط هل ممكن كنتم تظنون أن هذا يصدر من شخص ينتزف الإنسان؟ هل كنتم تظنون أن شخص يقول من أنكر على قوم لوط فقد عارض الحرية حرية الإنسان وأن هذا من حقهم وأن المثليين له ممثلون ونحو ذلك من الترهات الفاجرة التي لا يخشون الله عز وجل فيهم كيف من حقهم؟ حتى أن الصحابة صلى الله عليه وسلم لما قرأوا قصة قوم لوط في القرآن قالوا لو لا أن الله حدثنا عن قصة قوم لوط لما صدقنا أن ذكر يعلو ذكر ما هم صدقين في بشر انتكست بهم الفطرة إلى أن ذكر يعلو ذكر ثم تأتي ويقال أجر والعقد من ذكر على ذكر في الكنيسة التي جعلينها مكان للعبادة أجر والعقد في الكنيسة يعني يا فلان أنت زوج لفلان وهذا عقد من الكنيسة هل رأيت من حراف أعظم من هذا؟ ثم يأتي سفلة الناس ويجدون أن يعلقوا الشباب بهذه الحضارة المجرمة ومقرراتها ويرون أنها بلغت شعوا في الحضارة هذا بلغوا شعوا في البهيمية لكنهم يفرضون هذه البهيمية على الشعوب بقوة السلح وبتسلطهم وتمكنهم فهم يفرضونها على الشعوب فلا يلتفت لهذه البهيمية ولا تقر من المسلمين البتة ولا يقبل انتقاص دين الله ونقد دين الله بهذا المعيار هذا لا يعجبني وهذا لا يعجبني ليس هذا والمعيار عليك الرجوع لفهم السلف الصالح لهذه الأدلة المذكورة والله هذه قضية كبيرة يحتاج لها وقفة هو ناقش هنا مسألة الأسماء والأحكام الأسماء والأحكام وإيش معنى الأسماء والأحكام يعني الأسماء المذكورة في الكتاب والسنة مثل الإيمان الكفر الكبائر النفاق هذه أسماء من أين تأخذ هذه الأسماء تعريف هذه الأسماء من أين تأخذ تعريفها الكبيرة هذا الذنب كبيرة ولا صغيرة هذا الذنب نفاق ولا إيمان هذا الذنب شرك وكفر ولا لا هذا معنى الأسماء وهذه القضية الكبيرة هي أول خلاف حصل في أواخر عهد الصحابة خاصة فيما يتعلق بالكفر والإيمان فإنه لما خرجت الخوارج على الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنهم اتهموه أنه قد خرج من الإسلام وأنه قد حكم الرجال في دين الله وأنه قد حكم الرجال في دين الله وبهذا من حكم الرجال في دين الله فهذا هذا هو الكفر ولهذا أمروه بأن يتوب إلى الله وأن يرجع وهم قد فهموا فهما غلطا يعني الآفة أن بعض الناس يفهم غلط يفهم الشيء غلط فهم قالوا له يا علي لا حكم إلا لله ولذلك قال لهم كلمة حق أريد بها باطل فهو أراد أن يجعل حاكم ينزل الحكم وليس أن ينشي حكم من عنده على كيف أراد أن ينزل الحكم وأنت الآن لما يختصم ثم يذهبون إلى القاضي فيريدون من القاضي أن يأتي بحكم من هواء يأتي بحكم من رأسه ولا ينزل حكم الله في القضية ينزل حكم الله فلا حكم إلا الله صحيحة لا حكم إلا الله صحيحة لكن من الذي يستنبطه من الكتاب والسنة ويقول حكم الله مناسب لهذه القضية الذي يستنبطه الرجال فإنه لما حصلت الحرب في زمن الخليفة الرابع رفع أخصامه المصاحف على الرمح وقالوا نريد أن نتحاكم إلى هذا نريد أن نتحاكم إلى القرآن ومن الذي لا يرغب بذلك ما في أحد يقول لا نرى أنا رابع فاتفقوا على أن يحكموا أن يحكموا حكمين يحكمون وينظرون ما حجة هذا وما حجة هذا ومع من الصواب ثم يلزمون المخالف بالصواب فلما اتفقوا على حكمين قالوا له أنت تريد أن تحكم الرجال في دين الله فذكر لهم الأدلة فقالوا أنت قد كفرت فإذن غيروا مسمى الكفر غيروا مسمى الكفر وأوقعوا فتنة عظيمة وهي ما ذكروه في باب الكبائر وقالوا من وقع في كبائر الذنوب فهو كافر خارج من دين الإسلام لأن هذا عاصي لله عز وجل والمشكلة أنهم لم يجمعوا الأدلة لم يجمعوا الأدلة فإن الأدلة بعضها وعيد وبعضها وعد فلابد من جمع الوعيد مع الوعد ولا تأخذ طرف من الأدلة فهم يأتون إلى طرف من الأدلة فمنكم كافر ومنكم مؤمن فقالوا ما فيه إلا اثنين أما كافر ولا مؤمن طيب ما فيه وسط ما فيه واحد عنده شعبة من هذا وشعبة من هذا والرسول عليه السلام يقول الإيمان بضعة وستون شعبة ففاتهم هذا الأمر جمع الأدلة فإن الإيمان شعب منه شعب صحيح إذا جالت جال الإيمان مثل التلفظ بالشهادة امتنع عن التلفظ بالشهادة ما عند إيمان جال الإيمان وشعبة مثل ما تتلذى عن الطريق فشعب فالإيمان شعب والكفر شعب هم عندهم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص والكفر شيء واحد لا يزيد ولا ينقص وهذا تفرعت عنه فرق كثيرة جدا وهي أرادها الله عز وجل الفترة واختبار للمسلمين وأخبر عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ستفترق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحد ومعنى كلها في النار يعني الطريق الذي هذا الفرقة طريق هي ودي إلى النار إلا واحدة وهذه التي يسميها بتسمية الرسول الفرقة الناجية وهم لما سأل الصحابة من هي يا رسول الله هذه الناجية قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه وهذا أعظم تزكي لأصحابه من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه هذه الفرقة الناجية من سار على مثل ما لكنه لو وقع فيه خلاف ذلك ما ليس إيمانه يزول كله كما فهم الخوارج قد يقع في شيء ما كان عليه الصحابة لكن ينظر في الذي وقع فيه هل هو من نواقض الإسلام ولا من المعاصي من الكبائر ولا من الصغير هذا ما يأتي إن شاء الله له تفصيل في درس القادم وأكتفي بما سمعتم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك